اشتركوا في القناة وفي الأرض بأب القاسم محمد وعلى آله وعطرته الكرام الطيبين الطاهرين علي أمير المؤمنين وحجة رب العالمين وعلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وعليها وعليهم أجمعين وصل اللهم على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل اللهم على أئمة المسلمين وأركان المؤمنين وحجج رب العالمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي صلى الله عليه وعليهم أجمعين ثم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته وتطالعنا أحبة ذكرة عزت على أهل السماوات وجلت على أهل الأراضين حل بها من الخسارة ما لم يحل بغيرها وجل في الأرض والسماء مصابها حيث مات خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ومعلم النبيين صلى الله عليه وآله فانقطع الوحي من السماء على الأرض أمرا ونهيا وجلت خساراتنا ولا ندري كيف نعزي به وأملي بهذا أن أعزي كما علمنا من يعرفه صلى الله عليه وآله أنقل لكم أحبة عزاء من عظيم العظماء بحق النبي المعظم صلى الله عليه وآله عز أمير المؤمنين علي صلى الله عليه بالنبي المعظم فقال أيها الناس إنه قد كان لكم في الأرض أمانان رفع أحدهما فعليكم بالأمان الثاني وذلك إن الله تبارك وتعالى يقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كأني بالعظيم صلى الله عليه يعزي بسيد العظماء وبإمام النبيين بالنبي صلى الله عليه وآله يقول أيها الناس وكيف آتي لكم على ذكره وكيف أذكره وكيف أحيط به والله تعالى قد جعله عمادا بين العباد وأمانا لأهل الأرض من عذابات أهل السماء كيف أوصف شخصية جعلها الله تعالى باب رحمة على عباده كيف أنعى لكم عظيما ركع بين يديه الملائكة المكرمون كيف آتي على رثاء معظم عد سيدا وملهما للنبيين كيف آتي على ذكره صلى الله عليه وآله أو يختصر أبو القاسم صلى الله عليه وآله بألفاظ وأذكر في هذا حنانا وحنينا للسيدة المثكولة فاطمة عليها الصلاة والسلام في بعض ما ورد عنها أنها لم تحتمل كما هو حقها مصاب أبيها صلى الله عليه وآله وأعلنت بعده بالنواحي والنحيب لما جرى عليه مصابها بأبيها ما لا يحتمل هذا الوقت ذكره من الآلام والمصائب فكانت عليها الصلاة والسلام تعجب من أحد تقول له أي فلان يعني أقدم مقدمة صحيح مات النبي صحيح حمل النبي على الأكتاف صحيح أن هذا النعش العرش كان متضمنا فيه جسد المعظم الذي لا يحويه أرض ولا يحوطه فضاء صحيح أن محمد صلى الله عليه وآله قبضه الله إليه إنك ميت وإنهم ميتون بس صحيح أننا حرمنا من جبرايل وحرمنا من ميكائيل وحرمنا من وحي الله تعالى صحيح أننا حرمنا من وطأة أقدامه حيث التبرك بغبار يكون على قدميه صحيح أننا بعد لا نشاهد شخصه الكريم صحيح أننا بعد إذ التفتنا ذات اليمين وذات الشمال لا نرى إلا ظلما وهوانا بعدك يا رسول الله صحيح أن السماء حجبت أنوارها صحيح أن الأرض تنكرت لنا صحيح أن النهار تبدل بالسواد والليالي صحيح 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 أصحيح أن النبي مات صحيح أنكم أهلتم الطراب على وجه رسول الله فكانت مما تقول له خاطب تقول أي فلان كيف طاقت نفوسكم أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله نصحيح استحملنا وتحملنا خبر الوفاة صحيح ما رستم الدفنة كما ينبغي صحيح جهزتم النبي صحيح دفن النبي صحيح أهيل الطراب على وجه رسول الله حق للزهراء الكريمة أن تسأل كما حقنا أصحيح أنها كيف طاقت نفوسكم أن تهيلوا الطراب على وجه رسول الله منظر بالمنظر الأعلى مشهد ليس من مشاهد أهل الأرض صحيح أن أحدكم كان يرى وجه النبي وتمكن من إهالة الطراب عليه فعلا جل مصابك يا رسول الله وحل بنا ما لم يحل بنا بغيره من المصاب أما المعظم المثكول أمير المؤمنين عليه السلام فيرثي النبي بقوله أيها الناس وكيف آتي لكم على ذكر أمان أهل الأرض وأهل السماء كيف أقول لكم أقول لكم أيها الناس حق لكم أن تحذروا وتخافوا فقد رفع أمانكم من بينكم السماء التي كانت تحجب عنك عنكم غضبها السماء التي كانت تبعد عنكم ما تستحقون لشخصه الكريم بينكم أو تدري هذا الله تبارك وتعالى أقسم لنا في القرآن الكريم بكل عظيم أقسم بالدهر وأقسم بالسماء وأقسم بالأرض وأقسم بمكة لكنه قال لي ولك ليعرفني وإياك قدر النبي فيها يقول أما مكة فهي الكريمة على الله والعزيزة على أهل السماء لكني لا أقسم بها لأن مكة حجر إذا كنت فيها أيها البشر الأقدس أنا أقسم بك وذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يعني إذا أنت يا رسول الله كنت حالا فيها فأنا أقسم بك ولا أقسم بالحجر لا قدسية للحجر ولا التراب إلا إذا قدسه البشر والأحباب قدس الله الكعبة لأن يدي آدم أسستها ويدي إبراهيم وإسماعيل رفعتها ولأنها كانت حظنا ورحما لأمير المؤمنين علي حيث أولد فيها ولأن النبي قدس حجرها فقبله ولأن ولأن الحجر قدسه البشر وإلا لا قدسية للمكان إلا بالمكين ولا قدسية للحجر إلا بالبشر فهذا الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد وإن كان هذا البلد ذا قيمة وإن كان هذا البلد كريما وإن كان عظيما وإن كان من أقدس بقاع الله في كونه وأرضه لكنك أقدس منها وأكرم منها وأعز منها وأشرف منها أنت المكين حيثما حللت بالمكان يتقدس المكان الذي أنت فيه يا رسول الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إذا خرجت منه يقسم بك ويقسم به أما إذا كنت فيه فيقسم بك يا رسول الله هذا أمان الله تعالى في أرضه بين عباده بعماده صلى الله عليه وآله فأمير المؤمنين يقول كان لكم في الأرض أمانان رفع الأول أي أمان؟ أمان من العذاب أمان من المحق أمان من الصحق أمان من التبديل أمان من المسخ كما حل بالأمم السابقين كان لكم في الأرض أمان هو وجود شخصه صلى الله عليه وآله بينكم وذلك لقوله تعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لكنه سبحانه من عريضي كرمه ومن وسيعي رحمته جعل لي ولك بابا مفتوحا إلى السماء غير محجوب وهو الاستغفار فقال تعالى وما كان معذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذن طالما أن الله على اللسان وبالوجدان طالما أن الاعتراف والاستغفار قائم طالما أن عطف الله نازل كلما جاهرناه تعالى بالمعصية بادرنا سبحانه بالرحمة كلما طالعناه تعالى بالشر بادأنا سبحانه وتعالى بالخير ولذا نطلب منه راجين مترجين مستشفعين بالنبي وآله صلى الله عليه وآله أن يهبنا لصابق بره بنا ابتدأنا من البر فلينظر إلينا ببر ابتدأنا ببر وهو أخبر بنا من أنفسنا فليعاودنا ببر وهو أخبر بنا من أنفسنا ربنا عد علينا بالخيرات وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب واغفر لزواري سيدنا ومولانا الحسين صلى الله عليه تقبل منهم واجعل جهدهم بأيمانهم يوم يلقونك يا رب العالمين وأرجعهم سالمين إلى سالمين واكتبنا يا ربي من زواري الحسين في الدنيا ومن جيرانه في الآخرة غفر الله لي ولكم وإلى أرواح أمواتي وأمواتكم ومن مات على الإيمان والشهداء والعلماء لا سيما المرحوم الواقف الباذل الحج حبيب كوكر رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته